بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم أن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُذُلَّ له ومن يضلِل فلا هادِيَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة صاد من الآية الثلاثين وما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عُرِض عليه بالعشي الصافنات الجيات فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب رُدُوها عليَّ فطفِق مسحًا بالسوق والأعناب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقد مر معنا قصة داود عليه السلام وما حباه الله عز وجل به من النعم العظيمة والنبوة وكيف أن الله عز وجل مع هذه النعم وهب له نبيا كريما وهو سليمان عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وخير ما يوهب العبد أن يوهب ابنا صالحا لأنه إذا مات ابن آدم كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن قطع عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له فكيف إذا كان هذا الولد نبي فإنها هبة عظيمة من الله وقد أثنى الله عز وجل على هذا العبد نعم العبد وهي عبودية خاصة فإن العبودية تكون عامة وتكون خاصة فهذه العبودية الخاصة هي التي يحقق فيها العبد أعلى منازل العبودية ولهذا تكون هذه العبودية من صفات المدح والثنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهي أعلى منزلة يبلغها العبد أن يكون عبداً خالصاً لله عز وجل عبداً مخبتاً لله تبارك وتعالى وهذا الثنى استحقه سليمان من الله لأنه أواب نعم العبد إنه أواب والأواب هو الرجاء إلى الله عز وجل الذي يرجع إلى الله ويتوب إلى الله عز وجل فهذا محبوب عند الله تبارك وتعالى ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب له في اليوم أكثر من سبعين مرة فهو أواب رجاء وذكر قصة دل على أوبته وعلى رجوعه لله عز وجل وأنه من أصحاب القلوب الحية إذ قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق وذلك أن سليمان عليه السلام كان مولع بالجهاد في سبيل الله عز وجل وتعلمون قصته مع ملكة سبا وكان من حرصي على الجهاد أنه له القصة المشهورة الذي قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل واحدة منهن تلد ولداً يجاهد في سبيل الله أو يقاتل في سبيل الله لأن عز الإسلام لا يكون إلا ببذل الجهد عز الإسلام لا يكون بالتكاسل والبطالة وإنما يكون باستفراغ الوسع في نشر منهج الله عز وجل وتحقيقه ولهذا كان الجهاد سنام الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما عزها الله إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل ولهذا كان النبي الكريم هذا مولع بالجهاد والخيل من وسائل الجهاد ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيام المراد أن الأمة إذا ارتبطت بآلة الجهاد وعدة الجهاد فإن هذا يكسب لها الخير ويحقق لها الخير وأن الخير مرتبط بالجهاد إلى قيام الساعة ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة قال في صفاتهم يقاتلون في سبيل الله عز وجل يقاتلون في سبيل الله إما حقيقة إن استطاعوا وإما استعدادا استعدادا وعدة وتهيوا للقتال في سبيل الله عز وجل وأن الذل لا تقع الذل يقع على المسلمين إلا إذا تركوا الجهاد فإذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله صلت الله عليهم ذل ولهذا عند المسلمين فرق بين تربية البقر وتربية الخيل لأن تربية البقر دلالة على الحرث والطمأنينة للزراعة وتربية الخيل دلالة على الجهاد في سبيل الله إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني رضيتم بالزرع بدل الجهاد في سبيل الله والمراد صار اهتمامكم بالحياة الدنيا ومآكلها ومشاربها فهذا هو المذموم وليس الزراعة مذمومة في حد ذاتها ولا البقر مذموم في حد ذاته وإنما هو مذموم إذا أشغل عن الجهاد في سبيل الله إذا جعل بديلا عن الجهاد في سبيل الله فسليمان عليه السلام كان يستعرض هذه الخيول العظيمة وهي الصافنات الجيات وقالوا عن الصافي الصافنة هي التي فيها ميزة أنها تقف على ثلاث من أرجلها وترفع اليد على طرف الحافر وهو منظر في غاية الجمال فالنظر إلى الخيل الصافنات تقف على ثلاث وترفع اليد الرابعة والجياد هي التي تكون غاية في السبط فكان يستعرض هذه الخيول فإن شغل بهذه الخيول عن ذكر الله عز وجل هل ذكر الله هو صلاة العصر هل هو أدعية المساء لم يبين وهل كان عندهم صلاة عصر مثل التي عندنا وبهذا الوقت الله أعلم لكن أشغل عن ذكر الله بهذه الخيل حتى توارت بالحجاب يعني حتى توارت الشمس بالحجاب وهذا الحجاب الذي تتوارى به هو الأرض سواء كان من الأرض أو من البحر فإن الشمس عند ما تبتعد عنك تتوارى عنك وهي عندما تتوارى عنك تكون على قوم آخرين فمعنى ذلك أن هذا الحجاب هو حجاب من الأرض سترها عنك سواء كان هذا الحجاب من البر أو من البحر حتى توارت بالحجاب يعني غربت الشمس وهذا الذي حصل لسليمان عليه السلام أنه إن شغل تألم له صلى الله عليه وسلم تألم له إذ نسي أن يذكر الله في هذا الوقت والنسيان يأتي حتى على الأنبياء ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أنسى كما تنسون يعني إذا حصل مني خلل أو سهو في الصلاة فذكروني فإنني أنسى كما تنسون فكونه نسي فهذا لا يغض من مقام النبوة كونه نسي في هذا الوقت الذي استعرض فيه هذه الخيول فهذا لا يغض من مقام النبوة وإنما فيه إثبات الصفات البشرية للأنبياء فهم لم يتخلصوا من البشرية فهم بشر يعتريهم الجوع يعتريهم الحزان يعتريهم الهم يعتريهم المرض يعتريهم النسيان فهم بشر ولهذا لا يعبدون لأنهم بشر لكنهم صفوة البشر فهم إذا حصل منهم نسيان أو نحو ذلك تذكروا وأطاعوا الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشية الصافنات والجياد فقال إني أحببت حب الخير والخير يطلق على المال أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني أشغلت بحب المال عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ولهذا عقب نفسه عليه السلام فقال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعنام يعني لما كان مشغول بالنظر إلى أنها صافنات ضرب السوق ثم ضرب أعناقها حتى توكل يعني هو ضرب أعناقها من باب الذكاء وهذا ليس فيه تعذيب للحيوان لأن ضرب العنق متصل بضرب الساق فهو ضرب الساق ثم ضرب العنق فليس فيه تعذيب الحيوان المنهي عنه وضربه للعنق هو الذكاء هل أكلها الناس أو أتلفها ولهذا العلماء يبحثون عند هذه المسألة حكم التعذير بالمال يعني الإنسان هل يجوز أن يعذر بالمال بمعنى إذا وقع فيما يلام عليه هل يعذر بالمال يوخذ منه مال وإلا ما يوخذ منه مال وهذا من الأدلة على جواز التعذير بالمال أنه يوخذ منه مال لكن هذا المال الذي يوخذ منه هل هو يوخذ لبيت المال أم أنه يتلف إتلافاً عقوبة وإتلافه عقوبة هذا ورد ورد في أن من غل من الغنيمة فإنه يحرق متاعه وقد يكون الناس في حاجة إلى هذا المتاع لكنه يحرق يحرق عقوبة له فهذا من التعذير بالمال وللإنسان أن يعذر نفسه يعني الإنسان إذا وقع في شيء فله أن يعذر نفسه حتى يكون رادع له ويتذكر هذا مستقبلا فله أن يتخلص مما أشغله ولهذا تذكرون في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أن بعضهم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينخلع من كل ماله لأن هذا المال هو الذي أشغله عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن من توبة أن أنخلع من جميع ماله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأرفق به وهو أن يبقي عليه بعض ماله له أن يتصدق لكن سليمان عليه السلام صاحب مال كثير جمع الله عز وجل له بين الملك والنبوة وأعطاه الله عز وجل من فضله الشيء العظيم وهذا من حكمة الله عز وجل أنه يختلف الناس من حال إلى حال فشخص يبتلى بالفقر والحاجة ونحو ذلك ومكانته عند الله رفيعة وشخص يعطيه الله عز وجل من الخيرات الشيء العظيم وسليمان أعطاه الله ملكاً عظيماً كما سياتي أعطاه شيء عظيم لأنه رجل أواب رجاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني ما يحصل منه ما يشعر أنه أشغله عن ذكر الله إلا وهو يرجع ويتوب إلى الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب طبعاً بعض العلماء ناقش عند هذه الآية وخاصة بعض المفسرين المعاصرين ما يتعلق بالشمس وأنها تغيب وتذهب وتروح وهذا بخلاف قول أهل الجغرافية الذين يقولون الذي يدور هي الأرض والشمس ثابتة يقولون أن الشمس الشمس ثابتة والأرض تدور وهنا يتبين أن الشمس هي التي تذهب والأرض هي الثابتة وليس هذا القول يعني متفق عليه عند أصحاب الفلك ونحو ذلك بل هم مختلفون في ذلك فلاسفتهم مختلفون فبعضهم يقول الشمس تدور وبعضهم يقول لا تدور لكن الأدلة الظاهرة تدل على أن الشمس هي التي تجري وهي التي تدور ومما يدل على ذلك مما يدل على ذلك قصة يوشع بن نون فإنه لما أراد أن يفتح بيت المقدس وكان في الجهاد في سبيل الله ولم يبق بينه وبين غروب الشمس إلا قليل فإنه دع الله عز وجل أن يحبس عليه الشمس فلو كانت الشمس ثابتة لدع الله أن يحبس الأرض لو كانت ليدور الأرض لدع الله أن يحبس الأرض ولكنه دعا أن يحبس الله عز وجل الشمس وأيضا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا أرادت أن تطلع فإنها تذهب تحت العرش وتسجد وتستاذن في الطلوع ويوشكا لا يوذن لها وذلك عندما تطلع الشمس من مغربها ويقال ارجعي من حيث جئتي فمعنى ذلك أنها جاءت وأنها ترجع من حيث جاءت فعلينا أن لا نستعجل فيما يتعلق بالنظريات الحديثة ونحوها ونحمل القرآن عليها ما يتعلق بالنظريات الحديثة التي يتكلم عنها أهل الجغرافية والفيزيو ونحو ذلك فلا نستعجل في تفسير القرآن بها فإنما ربما يكون بهذا خلل لكنه لو ثبت قضية علمية لا جدال فيها فإن كلام الله لا يأتي بالباطل فإن له محمل صحيح فتكون عندئذ تحمل على ما تراه العين يعني تحمل على محمل صحيح ولا ينبغي أن نشكك في آيات الله ولا في كتاب الله البتة لكن بعد أن تثبت الحقائق العلمية أما قبل أن تثبت فلا نصير من المتعجلين الذين ما يسمعون إلا بنظرية حملوا عليها آيات الله عز وجل وهذا قد تجدونه عند المتعجلين الذين يكتبون كتابات عن الإعجاز العلمي أو يفسرون القرآن ويسمونه التفسير العلمي للقرآن وهذا العلم أكثره مجرد نظريات وأوهام يفسرون بها كتاب الله عز وجل وربما بعد فترة تاتي نظرية تنقض نظرية وتفسد هذا التفسير فعلينا أن نقتصر على التفسير المأثور الذي جاء عن السلف الصالح ولا نتلاعب بكتاب الله ولا بآياته وأيضا يعني هو ذكر هنا بكثير ذكر يعني ذكر روايات في عدد الخيل هذه التي استعرضها سليمان عليه السلام لكن يعني ما في شيء ثابت لكن هي خيل كثيرة لأنه العشي كل العشي من بعد الظهر إلى غروب الشمس يسمى عشي فهذا كله كان استعراض لهذه الخيول وذكر وذكر أيضا هنا حديث عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها السهوة مثل النافذة التي يوضع عليها الستارة وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها لعب يعني أنها كان عندها لعب في هذه السهوة وعائشة تعلمون تجوجها الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرة والصغيرة تكون مولعة باللعب لأن الرسول عليه وسلم يوم مات عن عائشة كان عمره ثمانية عشر عاما فهي كانت صغيرة وعندها لعب لكن هذه اللعب ليست تماثيل وإن مثل ما تصنع من العهن أو نحو ذلك يعني ليس فيها صورة إنسان كامل أو صورة حيوان كامل فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع يعني هذا الفرس كأن له أجنحان فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي عليه قالت جناحان قال رسول الله فرس له جناحان يعني متعجب كيف يكون فرس له أجنحة وهذا يعني من الخيال الذي يأتي عند الأطفال يعني يعبرون عن سرعة الفرس كأنه يطير فقال فرس له جناحان قالت رضي الله عنها أما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل لها أجنحة قالت رضي الله عنها فضحك حتى رأيت نواجده يعني ضحك من هذه الحكاية الغريبة التي ذكرتها ونسبتها إلى خيل سليمان عليه السلام الشاهد أن هذه الخيل ما كانت تطير ولهذا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الخيال المجنح وهذه الرواية رواها أبو داود بسنده وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود وذكر هنا قال ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر يعني أن الذي فات على سليمان هي صلاة العصر نسي صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا هذا قطعا يعني ما فيه نبي بل ما يكون فيه مسلم صالح يتعم ترك الصلاة وإنما نسيانا كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر فإنه إن شغل بحرب المشركين في يوم الخندق فأشغلوه عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه عن جابر رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يشب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كنت صلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليته هذا عمر كاد تغرب عليه لكن الرسول عليه وسلم نسي الصلاة حتى غربت الشمس فقال فقمنا إلى بطحان وبطحان هذا وادي كان فيه ما لأجل يتوضأ منه قال قمنا إلى بطحان فتوضأ نبي الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأ لها فصل العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وقال ابن كثير ويحتمل أنه كان شائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعزر الغزو والقتال والخيل تراد للقتال وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حين لا تتمكن من صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر وهو منقول عن مكحول والأوزاع وغيرهما وهذا أيضا ثابت في قصة الصحابي الجليل الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتل زعيما من زعماء المشركين كان يعد العد لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب رجل واحد قال الرسول عليه وسلم من لي اسم نبيه الهذلي من لي به فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله أنا يعني أنفذ المهمة رجل واحد في المدينة فقال أنا يا رسول الله لكني لا أعرف يعني كيف أنا أنفذ المهمة وأنا لا أعرف الرجل فجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم علامة قال إذا رأيته تصيبك قشعريرة إذا رأيت هذا الرجل تصيبك قشعريرة ينتفض جسمك لا فذهب هذا الرجل الشجاع وصار يبحث عن هذا الرجل فوجده في أطراف عرفة وكان معه ضعن له وكان معه إبل يبحث عن المنزل يريد أن ينزل يقول فلما رأيت الرجل أصابته الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي القشعريرة فتأكد له أن هذا هو الرجل يقول فنظرت إلى الشمس فإذا هي قد اقتربت من الغروب وهو ما صلى العصر والرجل قد رأاه فإن بدأ يصلي عرف الرجل أنه مسلم وإن ترك الصلاة مشكلة فماذا فعل التفت إلى جهة القبلة وكبر ثم صار يقرى الفاتحة وهو يمشي جهة الرجل ويركع ويسجد إيماء وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعادة الصلاة أقره الرسول على هذا الفعل وهذه حال المسايفة يعني حال المسايفة أنك مضطر أحيان أنك ما تكمل الركوع السجود وأنت في قتال الأعداء حتى جاء قصته المشهورة التي فيها من العبر الشيء العظيم أنه جاء إلى هذا الرجل وقال له من أنت الرجل يسأله فقال أنا رجل من العرب وهو صادق من العرب سمعت بغزوك لهذا الرجل يعني تستعد أن تغزو هذا الرجل وأردت أن آتيك وفعلا أراد أن يأتي فهذا فرح قال نعم أنا مجتهد في هذا الأمر ثم غفله قليلا ثم نزل عليه بالسيف فضربه حتى قتله فلما قتله يقول تركت ضعنه يعني النساء عليه مكبات يعني بعد أن مات الرجل بقي الحريم في الصياح والعويل على هذا الطاغية الكافر وهو سرى في ليله حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رآه الرسول عليه وسلم قال أفلح هذا الوجه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر فلما أخبره الخبر دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه عصى قال خذ هذا العصى فأخذ العصى ومشى فقابله بعض الصحابة فقال أما سألت الرسول عليه وسلم عن هذه العصى فرجع إلى الرسول عليه وسلم فقال هذه العصى أعطيتني لماذا قال أعرفك بها يوم القيامة على ما أعرفك بها يوم القيامة فاحتفظ هذا الصحابي بهذا العصى عنده وأوصى أهله إذا مات يدخلون في كفنة يجعلون هذا العصى في كفنة والشاهد من هذه القصة أنه في حال المسايفة في الجهاد أنك قد تخفف أو لا تأتي بالصلاة بأركانها كاملة لأن الضرورة تقدر بقدرها فهذا الذي يعني جعل العلماء يذكرون هذه المسائل في قصة سليمان عليه السلام لكن نحن لا نعلم هل هي صلاة العصر هل هي أذكار المساء هذا يحتاج إلى دليل صحيح هل كان يعني يجوز لهم تأخيرها لكن الذي نجزم به أن النبي عليه السلام سليمان لا يرتكب الكبائر لأن أنبياء الله معصومون من ارتكاب الكبائر وأنهم لا يتعمدون المعاصي وإنما يحصل عليهم النسيان ثم يرجعون ولهذا أثنى الله عز وجل عليه بأنه أواب وهذا هو المعتقد الصحيح بخلاف ما ياتي في الإسرائيليات الذين ينسبون إلى الأنبياء القبائح ونحو ذلك فإنهم لا يوقرون الأنبياء ولا يحترمونهم ولهذا ما يذكرونه عن الأنبياء مثل ما ذكرون عن داود عليه السلام في القصة السابقة في قصة تسعين وتسعون نعجة هذا نجزم أنه كذب وافتراء لأنه لا يليق بمقام النبوة ولهذا قد جاء بقصة أخرى بعد هذا لسليمان فقال سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناق يعني الأوبة والتوبة والرجوع ملازم لهذا العبد الصالح ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن مآب فتن سليمان يعني اختبرناه جعلنا له اختبار فإن الفتنة هي الاختبار والله يبتلي من يشاء من عباده وهذه الفتنة وهذا الاختبار يرفع الله عز وجل به درجات الصالحين والأنبياء والناس الآخرون غير الأنبياء بعضهم ينجح في الاختبار وبعضهم لا ينجح في الاختبار بعضهم ينجح فيما اختبر فيه وبعضهم لا ينجح لكن ما هذه الفتنة وألقينا على كرسيه جسدا ما هذا الجسد بعض من العلماء قال إن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة وهل عنده تسعين امرأة نعم من الجواري يعني للإنسان أن يأخذ ما يشاه من الجواري لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل واحدة تلد ولدا يقاتل في سبيل الله ونسي ونسي أن يقول ما إذا شاء الله والإنسان لا بد أن يعلق أي عمل مستقبلي بقوله إن شاء الله فهو نسي هذا فلما نسي عاقبه الله أن النساء هؤلاء لم يحملنا وما حملت إلا واحدة وهذه الواحدة جاءت بنصف ولد ما هو ولد كامل فجي بهذا النصف فوضع على كرسيه فلما رأاه أناب إلى الله عز وجل واكتشف الخطأ الذي وقعه هذه قصة في قصة مروية عن بني إسرائيل لكنها لا تصح لأنهم ذكروا أن له خاتم وأن ملكه في خاتمه وأنه دخل أخرج الخاتم ودخل الحمام وأن هذا هذا الخاتم أخذه بعض أهل الجن بعض الجن ولبس الخاتم وصار يدير مملكة سليمان وصار على هذا الكرسي وهذا يعني الآن تجدون في الأساطير والقصص الناس يقولون ما معي خاتم سليمان يعني كأنهم مسلمين خاصة الشعراء يعني تسمعونهم يقول أنا ما معي خاتم سليمان فكأنهم يسلمون بأن ملك سليمان مرتبط بخاتمه كأنهم يسلمون بهذه القصة الإسرائيلية أن ملك سليمان مرتبط بخاتمه وأن هذا الجن أخذ الخاتم وبدأ يتحكم في ملك سليمان هذا ليس عليه دليل أولا وقالوا أنه أخرجه لما دخل الحمام وهو إذا كان كاتب فيه سليمان ما في اسم الله فما يخرج الخاتم إلا إذا كان في اسم الله عز وجل فيعني هذه القصة ما عليها دليل يدل عليها لكن الدليل أن فيه اختبار لسليمان وأنه حصل وأن سليمان عرف أن هذا اختبار فأناب إلى الله عز وجل واستغفر ربه وتاب إلى الله عز وجل ولهذا قال قال رب اغفر لي لكن انظروا إلى هذا الأمر رب اغفر لي وهب لي ملكا يعني الإنسان الآن إذا وقع فيه ما يستغفر منه غاية ما عنده أنه يطلب المغفرة غاية ما عنده أنه يطلب المغفرة سليمان ما هو طلب المغفرة لأنه يطلب من كريم يطلب من كريم يعني أنت ولله المثل الأعلى لو جعل عليك الحاكم لو جعل عليك الحاكم وأتيت إلى الحاكم وأردت أن يسمح لك فأنت غاية ما عندك تقول أرجوك أن تسمح لي فهل من المعقول أن تقول له أرجوك أن تسمح لي وتعطيني عشرين مليون ممكن تقول كذا لكن هذا يعرف ربه أنه كريم ولهذا طلب المغفرة وطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوحّب وجاء بالاسم المناسب للدعاء فإنك إذا دعوت الله المغفرة تقول الغفور الرحيم إذا دعوت النصر عن الأعداء فتقول القوي العزيز أو القوي العظيم فإنك في دعائك تاتي باسم الله المناسب لهذا الدعاء فما يصلح أن تقول ارحمني يا شديد العقاب ما يصلح ما يصلح أن تقول هو شديد العقاب لكن ما يصلح أن تقول يا شديد العقاب ارحمني ما يصلح أن تقول يا شديد العقاب ارحمني وإنما تقول يا رحمن ارحمني فهذا في دعائك تنظر لأسماء الله الحسن المناسبة لما تدعو فإن دعوت العفو إنك عفو كريم فتاتي بالاسم هو جاء بمدام يطلب أن يهب الله عز وجل له شيء يهب له شيء عظيم ما ينبغي لأحد من بعده فجاء بإسم الله الوهاب الذي يهب بغير حساب وقد أعطاه الله شيء عظيم غفر له وأعطاه شيء عظيم لكن هو الملف هنا لماذا يريد ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ولهذا قال بعض العلماء المراد في زمنه يعني هو لا يريد أن يصل إلى ملكه أحد في زمنه لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا شيء أراد سليمان أن يختص به والله أجابه إلى ذلك وذلك أن عفريتا من الجن تفلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحرق وجهه بالنار فمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العفريت والصحابة ما يرونه ومسكه بحلقه وهذا قدرة الله عز وجل ولذلك ما يأتينا من أمور الغيب فيما يتعلق بملك الموت وما يتعلق بالملائكة وما يتعلق بعذاب القبر ونحو ذلك كل من هذه الأمور التي في هذا الكون لا نراها يكشفها الله عز وجل لمن يشاء الآخرون لا يرونها ولهذا كان يكشف للرسول صلى الله عليه وسلم أحيان أنه يرى الجنة بينه وبين الحائق ويرى فيها من يعذب وتعرض عليه أمامه والناس لا يرون فهو هنا مدى يده صلى الله عليه وسلم فمسكه بحلقه فدعته واذعته الخنق بقوة يقول صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لعابه على يدي معناته خنقه حتى يعني كاد أن يموت قال وهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد يعني يأتي بهذا العفريت ويربطه بسارية من سواري المسجد حتى يراها الناس كلهم يعني يدعو الله أن يراها الناس ويكون عبرة قال فتذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما دع الله بهذا طلب هذا الملك العظيم قال فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاءا حيث أصاب وهذه الريح غدوها شهر ورواحها شهر يعني في يوم تسير مسيرة شهرين فقيل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر وضع بساطا كبيرا وركب عليه هو وحاشية وجنود وما يحتاجه من الأذاث ثم تنطلق الريح فتسير بهم مسيرة شهر لكن لتسير مسيرة شهر تكون ريح عاصفة لكن الله عز وجل شال منها العصف هذا فصارت رخاء يعني لا تتعبهم ولا تشق عليهم هذا معنى رخاء فسخرنا له الريح تجري بأمره هو يأمرها تحرك تحرك يا ريح فتحملهم رخاء حيث أصاب يعني أينما أراد إن أراد الشمال أو أراد الجنوب فهي تحركهم حيث يشأهم فانظروا إلى سعة فضل رحمة الله تبارك وتعالى تنقله الريح وليس هذا فحسب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد يعني أن الله سخر له الشياطين في الأرض يأمرهم وينهاهم ويخرجون له الكنوز من البحار البحار ويفعلون أشياء عظيمة يأمرهم أن يفعلوها فهو الذي يعني يتحكم بهم ويعملون له أعمالا عجيبة ولهذا ترون الناس أحيان ينسبون بعض هذه العيون الآن في عيون تجري من تحت الأرض في عيون تجري من تحت الأرض لما تأتي هذه العيون فإذا لها بناء من تحت الأرض من الذي دخل تحت الأرض وصنع هذه العيون وتجدها منتشرة هل صنعها بشر لهم قوة عجيبة لأنك تجد عين مثل النهر وهذه العين كانت منتشرة في وادي فاطمة وفي غيرها في جميع أنحاء البلدان منتشرة عيون تسير تحت الأرض فإذا دخلت في هذه العيون فإذا فيها بناء بناء يسير فيها الماء من الذي بناها من تحت الأرض هل ممكن أن تبنى عين ممكن إذا كان في قوة فإنه في زمن هارون الرشيد بني عين سميت عين زبيدة تاتي من وادي نعمان حتى تسقي الحجيج في مكة ومجرأها لا زال موجودا لكن هذا يحتاج جهد وتكلفة فمن أين جاءت هذه العيون ولهذا بعض الناس قال هذه شياطين سليمان أمرها أن تحفر هذه العيون ولهذا تجد بعض يقول هذه عين دايودية يعني ينسبون إلى داود عليه السلام هل هذا صحيح أو ما هو صحيح الله أعلم به لكن الثابت أن الشياطين كان يتحكم فيهم وليس الشياطين فحسب بل والطيور وتعلمون قصة الهدهد لما ذهب إلى يعني ملك السباب هذا عطاؤنا يعني هذه النعمة العظيمة عطاء من الله عز وجل فمن أو أمسك بغير حساب يعني أنت لك حرية التصرف في هذا الملك العظيم الذي أعطاه الله لك هذا نعيم الدنيا لكن في الآخرة كيف وإن له عندنا لزلفة وحسن مأب أرأيتم فضل الله عز وجل الذي لا يحد حد مع هذا النعيم الذي هو فيه والخيرات فله عند الله زلفة وحسن مأب طبعا هنا ذكر هنا روايات فيما يتعلق بالخاتم كل الأخبار التي ذكر ابن كثير هنا مردها إلى بني إسرائيل وما جاء عن بني إسرائيل فنحن لا نصدقه ولا نكذبه لأن أمر غيبي فقد يكون من المحرف وقد يكون من الصحيح فهذا لا نصدقه ولا نكذبه ولا نشغلكم يعني بقراءته فكلام طويل والذين رووها من السلف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فكون بعض السلف رواها من المفسرين فهذا لا يدل على أنه يعتقد أنها صحيحة وإنما ذكرها للاعتبار من روايات بني إسرائيل والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفات لماذا مقرنين في الأصفات يعني بعضهم يشتغل في الغوص وبعضهم في البناء لكن المقرنين في الأصفات ما الفائدة أنهم مقرنون في الأصفات قال أي موثقون في الأغلال والأكبال ممن قد تمرد وعصى وامتنع عن العمل وأبى أو قد أساء في صنيعه واعتده يعني المقرنين في الأصفات هم الذين يعاقبون على فعلهم إما أنهم تمردوا على سليمان فقرنهم في الأصفات أو أنهم لم يحسنوا العمل الذي كلفوا به فعقبهم على هذا الأمر قال ابن كثير هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتنا فأعطي من شيت وأحرم من شيت لا حساب عليك أي مهما فعلت فهو جائز لك احكم بما شيت فهو صواب فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبدا رسولا وهو الذي يفعل ما يمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره الله تعالى به وبين أن يكون نبيا ملكا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح اختار المنزل الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له تواضع فاختار المنزلة الأولى لأن أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة في المعات وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والآخرة ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عند الله يوم القيامة فقال تعالى وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب أي في الدنيا والآخرة ولهذا رأينا أيضا حال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف اختار العبودية ولم يختر هذه المنزلة وهي كثرة الأموال وكثرة الخيرات ونحو ذلك لأنه أراد التواضع وهذا بإشارة جبريل استشار جبريل نظر إليه فأشار إليه أن تواوع ولهذا رفعه الله عز وجل مكانا علي وبعثه المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق يوم القيامة فإنه هو الشافع المشفع يوم القيامة فهي منزلة عالية لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يشفع الشفاعة العظمى يوم القيامة بسبب تواضعه تواضعه لله سبحانه وتعالى فإن الله رفع ذكره وأعلى شانه انتهت قصة سليمان عليه السلام وذكر بعده قصة أيوب عليه السلام وهذه لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله ونكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر